الأكوال انتصالت نالت بالقرب البركات الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله من المواقف التي هيجت أشواق الصحابة فذرفت لها دموعهم وارتفعت لها أصواتهم وذهلت لها عقولهم موقف عظيم حصل في حجة الوداع لما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن رمى جمرة العقبة وأراد أن يقيم أمر الله سبحانه وتعالى في أن ينحر الهدي وكان قد جلب معه من الجمال وجاء سيدنا علي له بجمال من اليمن فاجتمع مئة جمل فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ المديه السكين وأراد أن ينحر الجمال وقد نحر في ذلك اليوم ثلاثة وستين جمل بيده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم ما هو المنظر الذي أبكى الصحابة وصار شعاراً وعلامة لهذه الأمة وهو أمر غريب لم تره العيون قبل ذلك ولا أظنها أنها سترى مثله وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما أمسك السكين ودخل إلى المكان الذي فيه الجمال تسابقت الجمال عليه من عادة الحيوانات أنك إذا جئت ودخلت إلى مكانها بالسكين ولو ذبحت أحدها فإنها تخاف وتهرب ويصير يصعب عليك أن تمسك بها لكن هذه الجمال من شدة حبها وشوقها للنبي صلى الله عليه وسلم صارت كما روى لنا الصحابة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ينحر الجمال صارت الجمال تتسابق إلى يده فتمد رقابها كل جمل يريد أن يحظى أن تمسه يد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنحر 63 جمل هذا الموقف العجيب فيه رسائل عجيبة مهمة منها أولا أن هذه الجمال أرادت أن تمس كف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مهما يكون ذلك وهذا يعطينا دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم كله بركة في كل حين وفي كل حال وهذا ينبهنا برسالة معنوية دوقية عظيمة مهمة وهو أن ظاهر شريعته صلى الله عليه وسلم وإن كان فيها شيء مما يؤلم الإنسان في الظاهر بتركه لبعض شهواته أو التفاتات غرائزه فإن ذلك إنما هو لإماتة ظلمات النفس لا لإماتة النفس ولهذا أصل التزكية التي جاء بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يزكيهم ويعلمهم أصل التزكية في أن يخرج الإنسان عن سيطرة نفسه إلى سيطرة دين الله سبحانه وتعالى عليه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ولذلك ينبغي للإنسان أن يميت نفسه أي أن يخمدها في سبيل استجابتها لدعوة هذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فما أعجب هذه الجمال يا إخواننا أن هذه الجمال استعدت أن تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو على أرواحها ولو على دمائها ولهذا لفت النبي لفتة معنوية عجيبة يوم أن قال واشوقاه إلى إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي إخواني قوم يأتون من بعدي لم يروني يود أحدهم لو رآني بنفسه وماله لو رآني بنفسه يعني لو خير أنه يرى رسول الله لكن ذلك مقابل أن يموت لاختار ذلك من شدة الحب ومن شدة الشوق هكذا هو الحب وهكذا هو الشوق وإلا فلا لا الحب له علائم ما حازها من في الظلام نائم الحب ليس كلام والشوق ليس رموز إنما الحب أحوال والشوق له آثار في حياة الإنسان هذه الجمال قدمت أرواحها لأجل أن تقرب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن ينبغي لنا أن نقدم كذلك الغالي والنفيس أنفسنا وأموالنا وأرواحنا لنحوز قربنا من هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار العجيبة للجمال معنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما بعد حياته أهل مكة على مر مئات من السنين كان لهم عادة يسمونها الركب ما هو هذا الركب؟ كانوا في كل سنة في موعد معين وكان غالبا ما يكون في شهر رجب يحدو الحدات في طرقات مكة يذكرون الناس بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف فكانت تتحرك همم الناس ويجهز كل واحد منهم جمله أو يجهز حماره أو بغلته أو فرسه ويتهيؤون لتلك الرحلة المباركة فهذه الرحلة كانت تنطلق في أول شهر رجب وكان يجتمع لها المئات من الناس ويكون لهذا الركب قائد ويكون لهذا الركب حادي هذا الحادي ينشد الأشعار ويغني بأصوت جميل يهيج الجمال وينشطها للسير وهذا أمر مشهور معروف عند العرب لكن كانوا يحدون الجمال بقصائد الحب والشوق للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه العادة استمرت إلى قريب وقد أدركت آخر من كان يحضرون هذا الركب من شيبان مكة فكان منهم رجل اسمه العم عبد العزيز محضر رحمه الله تعالى سمعنا منه أنه كان في رحلاته التي ذهب إليها في آخر الرحلات فقلنا له ما كان يظهر لكم من العجائب في هذه الرحلة يقولون كان أعجب شيء في هذه الرحلة يتكرر في هذه الرحلات الركب أنهم كانوا بالجمال يمشون مدة أسبوعين أو أكثر فإذا وصلوا إلى المدينة المنورة يبيتون في منطقة اسمها عروة عند بئر عروة ثم يصبحون بعد الفجر يغتسلون ويلبسون ثيابهم ويدخلون إلى المدينة المنورة يقول فكنا إذا مشينا إلى منطقة يسمونها ثنية المفرحات ترى الجمال القبة الخضراء من بعد يقول فإذا رأت الجمال القبة الخضراء واشتمت نسيم المدينة المنورة تهيجها يجانا شديدا ثم تنطلق بشدة فنمسك بزمامها بكل قوتنا ولا تتوقف حتى تجرح ويخرج الدم من أفواهها ولا تتوقف لا تقف إلا عند باب المسجد وهي عند القبة الخضراء فتبكي الجمال وتئن أنينا وتذرف دموعا كالمطر وكان الناس إذا رأوا هذا المنظر يبكون بكاءا شديدا بما يرون من أثر الحب عند الجمال لنعرف أن الكائنات حتى بعد حياة صلى الله عليه وسلم تعرف الشوق وتعرف الحب ذلك لنعلم أن الكائنات لا تزال تحب النبي صلى الله عليه وسلم في كل زمان وأخبار هذه الجمال وأخبار قصص السفر إلى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا ولذلك قال الشاعر فدع جذب الزمام ولا تسقها فقائد شوقها للحب جاذب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب هكذا وصف الجمال عندما كانت تذهبون ويركبون عليها لزيارة المدينة المنورة وزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهكذا علامات كثيرة ظهرت في حبه هذه الكائنات لسيدنا محمد اللهم ارزبنا حبه واجعلنا محبوبين عنده برحمتك يا أرحم الراحم بنبي الأكوان اتصلت نالت بالقرب البركات من أسرار الرحمة نهلت فسمات في أعلى الدرجات جذع حنى وسلم ترجمة نانسي قنقر